اهلا بيكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم رمضان بالنسبة لنا فرصة فيه ناس بتعتبروا فرصة للسواب والصلاة والسخوم والقيام وعدات حسنات بيعد فيه ناس تانية بتعتبروا فرصة لللمة وللعيلة وللصحاب وللخروج والفسح وفيه ناس تانية بتعتبروا فرصة لحاجات تانية ملناش دعوة بيها لكن احنا السنة دي بنعتبروا فرصة لصحة افضل السنة دي شعرنا مع بعض هيكون انه رمضان فرصة رمضان فرصة ننخلص من الكرش وهنعرف مع بعض ازاي رمضان فرصة نزبط القولون اللي دايما انتعبنا وشوية امساك وشوية اسهال وهنعرف برضو مع بعض ازاي رمضان فرصة نتحكم في الضغط ونسيطر على مرض السكر رمضان كمان فرصة ان احنا نعالج مشكلة رجلينا اللي بتتعبنا لما بنقف فترات طويلة او لما بنجي نصحى من النوم نحس ان احنا مش قادرين ندوس عليها وكأننا دايسين على مسامير رمضان فرصة ان احنا نبطل سجاير نبعد عن الشيشة ونبطل المكيفات رمضان فرصة فيها ان احنا ننسى تماما المياه الغازية وغيرها وغيرها من المشروبات اللي اعلاناتها بتكتر كتير في رمضان رمضان فرصة الحاجة كتير جدا 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 هتبقى هي موضوع حلقاتنا ان شاء الله على مدار الشهر استنونا تبقونا على الهاشتاج رمضان فرصة عايزين نسمع اقتراحاتكم اراءكم عايزين كمان نشوف انتوا بتفكروا في ايه وهتستغلوا رمضان كفرصة تعملوا في ايه تابعونا على هاشتاج رمضان فرصة على صبحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب وعلى حسابنا على تويتر وانستجرام وكمان على الاسك والساوند كلاود وكل مواقع التواصل الاجتماعي ودمتم بخير